خلونا مشاهدين الكرام دروح لملف متعب جدا نفسيا وهو الملف الحقوقي الملف الحقوقي انا هبدأ معاكو ببسط لنقيب الصحفيين الاساس خالد البلشي هو يتحدث عن حريات الصحفيين لجنة حريات الصحفيين بتدين القبض على الصحفي واخفائه منذ شهر ومنعه من حضور محكمته والبيان بيقول او البسط بتاع الاساس خالد البلشي بيقول انه تدين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين القبض على الزميل ياسر سيد احمد ابو العيل عدو الجماعي العمومية للنقابة الصحفيين وتعرضوا للاخفاء منذ القي القبض عليه قبل نحو شهر كان وما ترتب على ذلك من منعه من حضور جلسة محكمته قبل ايام واهضار حقه في الحصول على فرصة محكمة عادلة قوات الامن كانت قد القت القبض على الزميل ياسر ابو العيل من مسكنه في يوم عشر مارس الماضي وكان ينتظر محكمته على ذمة قضية تنظرها الدائرة الاولى ارهاب دي صورة زمننا الصحفي ياسر سيد احمد ولكن في الاخير النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء الزميل وطالبت بالكشف عن مكانه طالبت ايضا بتمكين اسرته من زيارته والاطمئنان عليه والسماح لمحاميه بالتواصل معه لجنة الحريات اكدت ان هي بتحمل كل الاطراف ذات الصلة عن هذا الموضوع بتحملهم المسئولية الكاملة عن حالة الزميل ياسر ابو العيلة وعن ايضا تحملهم مسئولية سلامته لان دا مهم جدا بعد اخفاء هذا الرجل اخفاءا قصريا عدم وجوده عدم التواصل معاه وقالت ان هو كمان لجنة الحريات بتقول ان دا ما بيدلوش الحق في مواصلة الضمانات او اعطاء حقه من الضمانات في محاكمة عادلة او محاكمة طبيعية ان هو يتعرض على محكمة يروح يقف قدام قضي طبيعي ومحكمة طبيعية ويبقى فيه محامي وهو يتكلم ويسأل والمحامي يعرف ايه القصة وايه الموضوع ونوصل للقصة بابعادها كلها انما احنا في بلد بصراحة في الملف الحقوقي دا عندنا ازمة كبيرة جدا وصعبة جدا انت بتبص تلاقي واحد اختفى بحدش عارف عنه اي حاجة نسأل عليه مش موجود تروح هنا مش موجود تروح هنا مش موجود في الاخر لو واحد مش عايزك تتعبقى ويقولك ايه بص بقى لو تعرف تروح الامن الدولة والامن الوطني هتعرف من هناك الموضوع ايه طيب نبدأ بقى ندور عند الناس اللي موجودين في السجون والمعتقلات حد رايح يزور فيقوله ما شفتش فلان او الله دي انا شفته فلان كان مترحل او كان في عمبر مش عارف ايه او كان في في سجن ايه وموجود فنبدأ نجمع الخيوط عشان نوصل احنا بالجهود الذاتية دي للشخص فين بقى الملف الحقوقي فين المحامي اللي بيبقى معه صلاحيا ان يروح اسم الشرطة او المحكمة يسأل عن بني ادم مواطن فيقوله والله اه ده مقبوض عليه بتومت كزا موجود في سجن كزا هيتعرض على المحكمة يوم كزا فالناس تبدأ تحضر وراءها وتشتغل وتشوف والاهل يتطمنوا يعرفوا هو فين لكن احنا مفيش اي حد عنده اي معلومة عن اي من هؤلاء اللي بيتم اغفاقهم بهذه اه الطريقة كان فيه كمان تويتا ليه الحقوقي جمال عيد وهو بيتكلم عن العف عن الاف السجناء في الاردن والبحرين واخلاء سبيل اربعتشر محبوس في مصر فقط عارف انت كان فيك تقليد كده معروف زمان طب هقول بس كلمتون نرجع نقرأ التويت بيقولك ايه لما يجي مثلا رمضان يقولك والله فيه فراج جماعة فيه عفو كده عفو رئاسي عفو عشر رمضان ربنا سبحانه وتعالى بسلسل الشاطين في الرمضان فاحنا نقوم جايين ايه كبني ادمين نرحم بعد شوية فنبدأ بقى نقول ايه لا نخرج بقى الناس وخاصة الناس اللي لها معلاش اضايا ولا عليها اي حاجة غير ان هم محطوطين جوا السجن عشان بيقولوا رأيهم او بيتكلموا او بيحبوا البلا يجي العيد يقولك عفو عشان العيد عيد الفطر الدول كلها والعالم كله بيعمل كده فالاستاذ جمال عيد بيكتب حوالين هذا الامر بيقولك دلوقتي يا جماعة الاردن والبحرين اخلوا سبيل حوالي اربعتشر اخلوا سبيل الاف من السجناء وانت في مصر طلعتنا اربعتشر واحد او بيقولك الاردن العفو عن سبع تلاف سجين ومحبوس الاردن اتناشر مليون نسمة حلوة اول معلومة دي البحرين العفو عن الف وخمسمائة وتمانين سجين ومحتجز طيب البحرين ادي يا جماعة واحد ونص مليون نسمة طيب مصر الافراج عن اربعتاشر مش الف بقى اربعتاشر شخص اربعة عشر شخصا فقط راح تعدي الحد كان من واحد الاربعتاشر بس اربعتاشر بني ادم طب مصر بقى كم مليون نسمة بتتكلم عن مية وخمسة مليون نسمة فالراجل بيقول في البوست بتاعه اللي قدام حضراتكم لا تعليق لا عدالة تالنهاردة البلد اللي فيها اتناشر مليون نسمة خرجت سبع تلاف سجين البلد اللي فيها واحد ونص مليون نسمة خرجت الف وخمسمائة وتمانين سجين ومحتجز انت بلد مليون مليون مية وخمسة مليون نسمة مية وخمسة مليون نسمة خرجت اربعتاشر واحد وعندك في السجون الاف الاف مؤلفة عمليني نادي من قبل رمضان ومن قبل العيد ومن قبل اي مناسبة وفي كل وقت وفي كل حين نقول يا جماعة خرجوا المسجونين خرجوا المعتقلين مفيش اي حاجة بتحصل اربعتاشر واحد يا جماعة هم اللي خرجوا السؤال اين العدالة اين العفو اين الرحمة اين الانسانية ولا هتلاقي انسانية ولا هتلاقي حقوق في مصر طيب كنت انا كلمتوكو عن بوسط مبارح بصراحة هو مؤلم جدا ويوجع القلب كان كتب ودكتور يحيح حسين عبدالهادي او المهندس يحيح حسين عبدالهادي المهندس يحيح حسين عبدالهادي وهو المتحدث الاسبق للحركة المدنية الديموقراطية كتب بقى حاجة قالك في ليلة العيد اللي اللي احنا بنعيشها دي وبيتكلم حوالين ذكريات السجناء الرأي بالسجون في العيد وانتظرهم الافراج عنهم كل عيد وصدمتهم بعدم حدوث هذا الامر بيحكي وبيقول مر علي في المعتقل سبع اعياد سبع اعياد اربعة فطر وتلاتة قطحة بنركز كده مع كلام الراجل فبيقول لك كأنها نسخة مكررة ليه بيقول لك تقريبا نفس اللي بيحصل في السبع اعياد دول انا شفته بيحصل وبيتكرر كل عيد ايه تطلع اشاعة مجهولة المصدر الاشاعة دي بتقول خلاص يا جماعة ده قريب هيفرجوا عن اعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين وما تقلقوش وقبل العيد وبتاعه الناس بتطلق هذه الاشاعة المعتقلين يبدأوا يتكلموا مع بعض فالاشاعة تنتقل بين المعتقلين فييجوا الناس اللي بتزور فيسمعوا هذه الاشاعة فالناس تطلع برا تتكلم في هذا الموضوع مساحة الامل بتكبر طب هو امل حقيقي للأسف كما وصفه المهندس سياحيا بيقول هو امل كاذب ويسيطر الحلم الجميل على تفكير المعتقل واهله ويتحول الوهم الى ما يشبه الحقيقة بيقولك ايه لا يمنع ذلك عدد من صغار السن من الانشغال بتجهيز زينة رمضان زي ما تعودوا في حياتهم الماضية رغم فقر الامكانيات والازمة اللي احنا بناشى مسلسات ورقية عليها هلال مرسوم جميل كده الوان مصنعة من الجرجير والخضروات اقلام الفلومستر اللي بيتم تهربها اسمع من ان تستهلك في مثل هذه الرفاهية اللي بيتم ربطها الى قطبان النوافذ وبدأ يتكلم عن احوال المعتقلين جوه ويذكر بعض من الاسماء ولكن بيقولك تظل القلوب متشبسة بالامل الذي يخبو شيئا فشيئا الى ان يعلن صوت مبحوح من خلف قطبان احدى الزنازين ما اعلنته دار الافتاء بخصوص العيد فينطفق الامل تماما ويتبادل السجناء التهنئة بانكسار ثم يسود صمت حزين وينفرد كل واحد بنفسه وتنفرد به ذكرياته واشجانه وتغجل الراديوهات القليلة من اذاعة يليل تلعيد انستين فهؤلاء لا انسى لهم هذه الليلة وما لمثلهم تغني الست بجد يا جماعة بست معبر جدا ومؤلم في نفس الوقت وانا يعني بصراحة بشيد ببلاغة المهندس يحيى حسين وهو رجل اديب وبليغ في كتاباته كتاباته معبرة وكلمات دقيقة تصل الى القلب وكأنك وانت تقرأ هذه الكلمات ترى المشاهد التي تعبر عن هذه الكلمات التي يكتبها المهندس يحيى حسين عبدالهادي طبعا كلام مهم وانا بشكره عليه وبشكره على بلاغته في هذا الكلام وحقيقة واقعة موجودة جوه السجون والمتقلات الناس بيبقى عندها فعلا امل ان هي تخرج في العيد امل ان هي تخرج في رمضان بيتمسكوا ولو بقليل من الامل من اجل العودة الى منازلهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة